كم المسحوقين بسبب خطايا الآخرين كم الدموع اللي بتنزل قدامي بسبب شخص رديء مستغل بيستغل أو بيظلم الآخرين الخطيئة شيء باش وده أنا كإنسان بتنرفز وانا قاعد حيزك بقى تضربني في مليون مليار تريليون الله في قداسته لما شاف بيشوف ستة مسحوقة ولا بيشوف راجل مسحوقة بسبب ظلمة آخر إيه مشاعر ربانه ما تقوليش مش حاسس وما تقوليش يعني يسامح وخلاص ما يفعش عندما نواجه الخطيئة في قبحها لو رحت انت وشفت تمييز العنصري ولا شفت العبيد ولا شفت هتلر واللي بينيله ولا شفت اللي بيحصل في البيوت أحيانا من غير ما ندرأ ولا شفت اللي حصل مثلا في رويندا والتمنمائة ألف يموتوا يقتلوا في أربعين يوم مثلا أو في عشرين يوم بين لما تشوف الخطيئة بعدين قدام إله قدوس وتشوف أثارها على الواقع الروحي وتشوف أثارها أنا أنا من اسكندرية كلما برجع اسكندرية بحزن لأن الواقع تشوه اسكندرية الجميلة في ذهني الواقع تشوه بقى بحزين وأنا بشوفها تخيل بقى لما الواقع الروحي يبقى مملوء بالقبح أمام عيني الخالق بسبب خطيئة وما تقول ليش خطيئة أنا ملهاش تأثير على الواقع الروحي لأ أنا كنت هقولك شوية إنه لما تكلمني عن رواندا وعن هتلر وعن المقاسي دي الناس كتيرة ممكن تحس نفسها بعيد عن اللي أنا لسته بقاتل أو بمختصب أو بصارق حتى أنا راجل كافي خيري شري مش محتاج كل دي بقى محتاجة مني نص ساعة أثبت لك إن كل بني آدم كلنا كغنى من ضلالنا ما هدي واحدة من الخدع اللي إحنا معايشين روحنا فيها أنا صوتي عالي بس قلبي أبيض أنا طيب نحن أشرار يا يوسف نحن أشرار وعلى فكر اللي مش مقتنع إنه شرير وفاسد الصليب ما يلزمهوش وما يسألنيش فيه الصليب موضوع للفجار للآثمة اللي زيحة لاتي زيحة لاتك برضو ولا معاك طيب يعني الصليب علاج لمريض من لا يشعر بالمرض لا يحتاج لهذا العلاج صح فأنت خليك بإيدة عن الصليب خلص وما توجعش دماغي فيه وما تسألنيش فيه لو أنت مش خاطئ لكن لا أو لو أنت شايف رؤك أنك خاطئ وعندك سكتك للعلاج مبروك عليك حبيبي ربنا يبارك لك ويفتح عليك وحل مشكلتك لكن اللي موافق على إننا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه لما الرب يقول لإسرائيل القلب كله مريض والجسم كله سقيم جرح وإحباد لو وصلنا أن الفساد ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا إذا وصلنا لكده وشفنا الخطيئة في بشاعتها ساعتها لما ربنا يقولي على فكرة الحل في الصليب مش هقوله يعني ما كانتش له لزوم هيقول لحبيبي جرب العلاج يعني تخيل واحد مريض والدكتور قال له خلاص المرض بتاعك الحمد لله تحمد ربنا أن في علاج لي تخيل في مأساة الكورونا دلوقتي وقد طلع لنا دكتور عظيم واكتشف علاج لي تقعدين تقول له لا بس أنا هايزة فهم ده بيشتغل إزاي ولو معرفتش بيشتغل إزاي أنا لن أتعاطى العلاج دون أن أفهمه وبعدين هو ما كانش فيه طريقة تانية تعمل بيها العلاج ده ده تعمل فيه إيه ده تعمل فيه إيه ده ما تدلوش الده ما تدلوش الده مسألته الغفران بقى لو عايزنا نتكلم فيها نتكلم فيها بص النهاردة كنت بقرأ لواحد اسمه ديزمون توتو ديزمون ده اختاروه ده راجل محترم قوي ودماغ كبير كان من الناس الأساسية في عمليات الإصلاح ما بين البيد والسود في جنوب أفريق الزبط ويشتغل مع نيلسون مندلا كتير قوي ودماغ كبيرة راجل قانوني وراجل يعني عالم كبير ومحترم وأنا بقرأ عن معاناته في عملية الإصلاح اللي استمرت أوقات طويلة عشان يصيغوا قوي عشان يجيبوا حق الناس اللي اتظلموا فمثلا من ضمن العبارات اللي قيلها بيقول ايه لا يصلح إطلاقا أن نقول دعي الماضي للماضي اللي هو بلغتنا إحنا الفاتمات فالمصالحة لن تتحقق بهذه الطريقة بل إن اعتماد مبدأ كهذا سيجعلها لن تتحقق أبدا اعتماد مبدأ المفاتمات الفاتمات مش عمره ما هيحقق المصالحة بل أنت عندك ناس مجروحة عندك ناس تصحقت عندك ناس تزلمت ما تقدرش تقول للناس اللي تصحقوا وتظلموا دول يا حمي تكبر دماغك ويغفر واللي فات مات وعف الله عن مسالة ما تقدرش تعمل كده وبعدين إذا أنت طلبت من الله إنه يعمل كده يبقى معناها إنه أنت تدوس العدل